بسم الله ابو الابن ورحمة الله الواحد حللني ابونا حلل مصابة كبير حللني بسم الله ابو الابن ورحمة الله الواحد امين افتقدناكم كثير بأن تعريبا شهر ما تقبلناش وسعيد جدا ان احنا نتقابل مرة تانية النهاردة بعد ما عندنا بموسم مصمر جدا ومفرح هو موسم ست العدرة فرحنا وتعزينا برحلة الصوم مع العدرة وفرحنا وتعزينا بتنجيد وتسبيح كنا بنعملها كتير في الكنيسة وفي بيوتنا فرحنا وتعزينا كتير بقدسات وفرحنا وتعزينا كتير بذكر العدرة فيها موسم كان مفرح جدا موسم كان معزي جدا ومع حزننا ان الموسم انتهى لكن فرحنا ان احنا نرجع تاني نتقابل حوالين ما إيدة دسمة حوالين كلمة معزية هي كلمات الروح الكدس على فم بولس الرسول في رسالة العظيمة رسالة العميقة الأغنى بلا منازع في التعرف زي ما قلنا على شخص السيد المسيح رسالة أقل ما يقال عنها إنها دخلت إلى أعماق الروح رسالة زي ما قلنا عنها عنوانها هي رسالة تعزية في المسيح قلنا إنه هي أغنى رسالة في التعرف على شخص السيد المسيح وقلنا إنه الرسالة هي رسالة كلمات الروح على فم بولس الرسول للعبرانين والعبرانين زي ما قلنا هم شعب الله المختار اليهود وبولس الرسول بعت الرسالة دي لمن تحولوا إلى المسيحية ولكن بسبب الضغوط اللي اتعرضوا بيها بسبب عدم نموهم في الروح سبب ضعف إيمانهم اهتز إيمانهم ابتدوا يشكوا في الوضع اللي هم فيه والطريقة اللي بولس الرسول حب يستجيب معاهم في هذه المشكلة وفي حل هذه المعضلة هي مش إنه يعد يعزيهم بس بكلام وخلاص لكن بشكل إيجابي يبتدي يكلمهم عن من هو السيد المسيح بما إننا بقى لنا بقريبا شهر وخايف نكون فقدنا تسلسل الأحداث حرجعهم المقدمة سريعة جدا أصلي ما تاخدش أكثر من عشر دقائق نرجع بها تاني نرفرش ونسترجع الأفكار اللي اتناقشنا فيها قبل كده مع بعض قلنا إن الطريقة اللي بولس الرسول أخدها عشان يتعرف على شخص السيد المسيح وعشان يقول لنا هو مين أعملها بشكل مقارنة مقارنة ما بين شخص السيد المسيح وما بين شخصيات كتير وما بين مواقف كتير في العهد القديم وغرضنا في دراسة الرسالة مش إن احنا نعرف إيه الرسالة اللي بعتها بولس الرسول إلى ناس من 2000 سنة ولكن غرضنا وزي ما قلنا قبل كده في أول مرة قد إيه ظروف متطبقة جدا مع هذه الكنيسة ومع هذه المجموعة إيمان بيهتز نتيجة الضغوط الخارجية إيمان يهتز نتيجة عدم النمو الروحي زي ما وصفهم وزي ما نتكلم بعد شوية إصحاح خمسة إنهم لسه في مرحلة الطفولة الروحية فيش نموه بالرغم من طول زمنهم في الإيمان لكن مش شايف هو نموه ومش شايف سمر عشان كده ابتدى يخش في عمق من هو المسيح بالنسبة لهم عشان يحسوا غنى الكنز اللي خدوه لما أمنوا بالسيد المسيح ويطلب منهم إنهم يعيشوا هذه التجربة يوم في يوم يتعرفوا عن شخص السيد المسيح وزي ما قلت الطريقة اللي خدها بوليس الرسول هي طريقة المقارنة المقارنة الأولى كانت في أول آيات في الرسالة ما بين شخص السيد المسيح وما بين الأنبياء ورسالة هنا كانت واضحة إذا كان الله كلم الأباء بالأنبياء بكلمة مكتوبة بنبوات فالسيد المسيح هو الكلمة زي ما يحنى الحبيب يصفه في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله أي مفرقة وأي مقارنة نقدر نعملها ما بين كلمة مكتوبة على ألواح وعلى ورق ما بين شخص السيد المسيحي الكلمة الحقيقي اللي وصفوا في أول رسالة أنه وارث لكل شيء وأنه هو جوهر الله جوهر الله بيقول بهاء مجده ورسم جوهره وأنه الرسالة الخلاص اللي أقدمها لا تقارن بأي نبي في العهد الأديم النقطة التانية من المقارنة اللي هي بقي الإصحاح الأولاني ومعظم الإصحاح التاني هو مقارنة السيد المسيح والملائكة وقلنا أنه السبب مش عشوائي من بوليس الرسول السبب أنه الملائكة دول هم في نظر اليهود اللي استلموا النموس يقول الذين استلموا النموس بيد ملائكة فهنا بيكلم بوليس الرسول على إذا كان الملائكة مجرد وسيط ما بينهم وما بين ما بين الله وما بين الناس ووصفهم بأنهما إيه في آخر إصحاح خدام أليس الجميعهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة أي مقارنة بينهم وبين الإبن الجالس عن يمين الآج ده كان الإصحاح الأولاني والإصحاح التاني بيكمل هذه الرسالة اللي كلمناها باستفادة وشوفنا بإيه أنه هذه الملائكة شهدت شهد عنها الوحي أنها مجرد أقل كثير جدا يقول وضعته قليلا عن الملائكة وهو بيكلم عن المسيح في التجسد وإزاي أنه أخضع كل شيء تحت قدمه بما أنه هو الله المتجسد يقول يسوع نرى مكللا بالمجد والقرامة عشان كده لا مقارنة بينه وبين الملائكة النقطة الثالثة من المناقشة وأنا هنا طبعا بعمل استهارات سريعة واللي فاتوا أي حاجة ممكن يرجع للحلقات الأديمة الإصحاح الثالث يتكلم عن بقى بولس الرسول يعمل مقارنة ما بين السيد المسيح وما بين موسى موسى الأعظم بلا مقارنة في العهد القديم اللي ربنا بعت ملائكة يخب جسده بسبب أنه هو فاهم أنه لو بولس الرسول لو الشعب ده لسه عنده جسد موسى هيعبدوه من كتر ما شافوا موسى ده عظيم جدا ولكن بمقارنة بسيطة جدا قال لهم موسى ده أمين في بيته مش بيقلل منه لكن بيحطه في مرتبته الطبيعية أنه هو مجرد واحد أمين في بيته والفرق بينه بين المسيح زي الفرق ما بين الفرق ما بين باني البيت والبيت نفسه إذا كان موسى هو البيت وهو اللي استلم الشريعة فهو مخلوق في الأول وفي الآخر لكن مقارنة بشخص السيد المسيح يقول أكثر من موسى جعله أهلا لمجب أكثر من موسى بالمقدار اللي باني البيت من كرامة أكثر من البيت نفسه هكذا عظيم هو السيد المسيح يقول باني الكل هو الله هو شخص السيد المسيح اللي بيتكلم عليه عشان كده ينهي هنا في المقارنة ويقول بيته نحن بقى انت مسكنا بسقة الرجاء والتخاره للنهاية هذا الإيمان العظيم بيطلب مننا بوليس الرسول أن لا نقصي قلوبنا زي ما باني إسرائيل قصوا قلوبهم في الإسخاط وهم في البرية دي المقارنة الثالثة والمقارنة الرابعة وهو بياخد من فكرة بني إسرائيل اللي شردوا في البرية واللي جسسهم اترامت في القفر على رجاء الراحة يبتدي بقى يعمل المقارنة الرابعة بين السيد المسيح وما بين الراحة الحقيقية إذا كان العهد الأديم كان فيه راحة مؤقتة راحة لم تتحقق لأنها راحة أرضية ولكن ينتظر ينتظرنا كلنا نحن الذين أماننا بالمسيح براحة من نوع تاني خالص يقول أنه إذا كانوا هم ما قدروش ياخدوا الراحة دي لأنه هم بسبب العسيان يقول فإسبقى أن قوما يدخلونها والذين بشروا أولا لم يدخلوا لسبب العسيان هنا جت أساوة القلب اللي كلامنا عليها باستفادة جنب عسيانهم وعدم استجابتهم اليوم إن سمعتم صوته لا تقصوا كلوبكم وعشان كده خاب منهم الراحة وعشان كده مفهومهم اتضايق في أن هم يرسوا أرض الموعد كأنها هي الراحة يقول لا مين قال الكلام ده داود اللي جي بعد الراحة دي بمئات السنين اتكلم على أن الراحة لسه ما حصلتش يقول أنها لو كان يشوعة قد أرحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر زي ما داود النبي قال أنه في داود اليوم بعد زمان هذا ما قدروا ينتظرنا الراحة مقارنة سريعة جدا ما بينه الراحة الأرضية الزمنية ما بين الراحة الأبدية اللي بتنتظرنا وشفنا إبداع الروح على فم بولس الرسول وهو بيقارن ما بين ثلاث مراحل الراحة الراحة الأولى هي راحة الله بعد الخلقة زي ما بيقول أنه دخل راحته استراحة هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله الراحة التانية هي راحة بني إسرائيل حينما ورثوا ارض الموعد اللي لم تحقق لهم اي راحة. لا على مستوى جسدي لان هما كانوا محايتين بأمم وحروب ولا على مستوى روحي لان الخطيئة قدت بهم في النهاية الى السبي وعدم الراحة. وفي النهاية يحط ودي مقدمة الموضوع اللي نبتدي النهاردة يحط بولس الرسول روشتة ازاي لنا احنا ان احنا نقدر احنا بقى نستمتع بهزي الراحة. حتي لنا روشتة رائعة وهو بيختم الاسحاح الرابع اخر اسحاح خلصناه وهو بيقول فلنجتهد ان ندخل تلك الراحة لان لا يسقط احد في عبرة العصيان هذه عينها. بدينا نموذج من بعيد يقول خلي بالكم من مئات السنين كان فيه امة وعدت بالراحة وخابت عنها الراحة. ليه؟ بسبب العصيان. ما تنسوش دايما في ذهننا انه بيكلم ناس امانهم ضعف. ولكن الرسالة لي انا النهاردة والكل واحد بيسمع النهاردة انه فلنجتهد. فلنجتهد. حطها بولس الرسول بشكل انه الراحة دي ما تجيش بالراحة. الراحة دي تيجي بالاجتهاد. والاجتهاد يقول بولس الرسول ان فيه سكتين مهمين جدا يركز عليهم. واحدة يقولها بسرعة والتانية بقى يفرد لها اسحاحات جاية. الطريق الاول للراحة يقول عن طريق كلمة الله. يقول لان كلمة الله حية وفعالة وانضى من كل سيف زيحة دين. وخارقة الى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة لأفكار القلب ونياته. الاية دي خدنا فيها يمكن مرة لوحدها. احنا بنتكلم على تأثير كلمة الله في حياة كل انسان مننا. وقد دي هي اللي تقدر تخلينا ناخد الموعد. ارض الموعد وارد الراحة. ازاي الكلمة تقدر تحيينها. مش بس هي حية في ذاتها. دي تدي حياة كمان. ازاي كلمة دي تبقى فعالة. ازاي كلمة دي تبقى حادة. تخش جوه النفس وتغير الانسان. تقدر تفرق زي ما بيقول كده المفارق النفس والروح. تقدر تطلع كل الخطايا وتقدر تميز لأفكار الانسان وتقدر تشعل روحه من جوه ما هو خفي وما هو مستعلم. وعشان كده يختم ويقول ليست خليقة غير ظاهرة قدامه. كل شيء عريان ومكشوف لعينيك ذاكة الذي معه أمرنا. دي الرسالة الاولى. دي الطريق الاول لنوال الراحة. ان نتحب بكلمة الله اللي قادر بنفسها بسلطنها بقوتها انها تغيرنا. وقالنا ان كل ما الانسان يحتك بالكلمة. كل ما الانسان يهضم الكلمة. كل ما الانسان يعيش الكلمة كل ما حياته تتغير. وجيبنا نموذج دي نموذج القديس الأنبى أنتونيوس اللي من آية واحدة أسس مدرسة ملايين مشيت وراه. وسكانت سبب في خلاص العالم. وكانت سبب مش بس خلاص الرهبان. لكن كانت ولازالت منارة لكل العالم في الشرق وفي الغرب. لأنه من القديس أنتونيوس الغرب كله عرف الرهبانة. شوفوا ازاي آية واحدة. عملت مدرسة غيرت البشرية. احنا كلنا النهاردة مدعوين لآيات كتير. ياريت فينا اللي ياخد آية المحبة ويعتبرها منهج. اللي ياخد آية الطاعة وياخدها منهج. اللي ياخد آية تقديم الآخرين وانقار الزاد ويعتبرها منهج. كل واحد مننا لو خادر آية واحدة وعاشها بأمانة تقدر تغير كلمته وتخلينا نعرس الراحة. دي السكة الأولى. قريق الثاني بقى هو الموضوع الكبير قوي اللي ركز عليه بولوس رسولي هو فكرة يسوع ورئيس الكهنة. تدنا نتكلم في المرة اللي فاتت وإحنا بنتكلم أدقيه إنه السيد المسيح كنموذج لرئيس كهنة وحطه في بالكو برضو تاني إنه بيكلم عبرانيين. يمكن إحنا ما نفهمش كل الكلام اللي حيقول بولوس رسولي عشان كده نحتاج كتير نشرح خلفية العهد القديم. لكن هو بيكلم ناس مش بس فاهمين. دول حفزين النموس وحفزين الزبايح وحفزين العبادة وحفزين الأعياد وحفزين كل شيء في العهد القديم صم. حفزينه ويعدوا الحروف مش الكلمات في النموس ده. وعشان كده قال اللي أنا جاي يكلمكم فيه ده شبه كده رئيس الكهنة اللي انتوا عارفين. اللي انتوا عشتوا معاه ولازلتم بتشوفوه في الهيكل قبل ما الهيكل يتهدم. لكن تعالوا بقى أوريكم المقارنة الحقيقية وهي المقارنة الخمسة ما بين الشخص السيد المسيح وما بين رئيس الكهنة في العهد القديم. حط بولوس رسول بعض النقط اللي يبتديها في الآية دي بعنوان كبير قوي. انه احنا رئيس الكهنة بتاعنا مش جاي بتاع العهد القديم لا يقول رئيس كهنة عظيم رئيس كهنة اكتاز السماوات بالخلاص ده يسوع ابن الله مش رئيس كهنة بشري وخلاص اه هو واخد جائسة كامل لكن هو ابن الله اي هو الله. عشان كده بما انه كل ده يقول فنتمسك بالإكرار فيه هنا اعتراف فيه هنا ايمان لازم نتكلم بيه وبعدين يبتدي بقى يقول رئيس كهنة ده مش بعيد عننا على فكرة. يقول لانه لنا رئيس كهنة قادر ان يرسي لضعفاتنا بس حطها بشيقة النفي يقول ليس لنا رئيس كهنة غير قادر. يعني ببساطة لنا رئيس كهنة قادر ان يرسي لضعفاتنا يعني ايه يرسي لضعفاتنا وقلنا يعني حاسس بينا يعني متحد في اللي احنا بنمر بيه يعني اذا كنا نجوع فهو جاع اذا كنا نعتش فهو عتش اذا كنا نبكي فهو بكى اذا كنا قبل الكل بقى نجرب فيقول بل مجرب في كل شيء مثلنا. اه طلي على الجبل والبتاز يقول ايه اربعين يوم يجرب من ابليس مش بس التلت تجارب اللي يذكروا في انا جيل متة ولوء لا يقول اربعين يوم يجرب من ابليس بس عشان خاطر محدش يفهم غلط يحط كده ديسكليمر يحط كده نقص حاجة عتراضيب. يقول ايه يقول مجرب في كل شيء مثلنا ولكن ايه بلا خطي بلا خطي يعني التجربة زي ما شرحنا قبل كتابة. كده ما هياش جاية من جواه احنا بنجرب من جوانا مشرحنا ساعتها بالتفصيل حتت ان كل واحد يجرب اذا انخدع وانجذب من شهوته. لكن السيد المسيح التجربة كانت جاية من بره ويقولوا ايه وللوقت اخرجوا الروح الى البري. وعشان كده يختم هذا الاسحاح بواحدة من اعمق الايات اللي ممكن نعيشها في حياة. يقول فلنتقدم بثقة الى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد عونا نعمة عونا في حين. ثلاث حاجات نقدر نخدهم من عرش النعمة. عرش النعمة يدينا رحمة، عرش النعمة يدينا نعمة، عرش النعمة يدينا عونا. التلاث حاجات دول يقول بولوس رسول نقدر نخدهم عند عرش النعمة. وإيه طار عرش النعمة ده؟ مغدع صلاطنا؟ المسبح اللي نقف نصلي بيه في الكنيسة وأخيراً روحنا اللي دايماً حتى وحنا في الشارع وفي كل مكان نرفعها لكي نتقدم إلى هذا العرش النعمة وفي النهاية في آخر حياتنا خالص نقف أمام عرش النعمة لكي نسمع الصوت الفرح تعالوا إلي يا مباركي أبي رس الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم سدي مع بعض الأصحاب الخامس وهو بيكمل نفس الفكرة هقرأ الجزء الأولاني أو ست آيات لأنه هما بيشكلوا فكرة واحدة ونتأمل فيهم مع بعض بنعمة ربنا يقول أن كل رئيس كهنة كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله وأتمنى ما تكونوش نسيتوا أنه التركيز المعبول زرسول محتاج صحة صحة جدا فارد ننتبه للكلام جدا يقول لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس في مال الله لكي يقدم قرابين وزبائح عن الخطايا قادراً أن يترفق بالجهال والضالين إذ هو أيضاً محاط بالضعف ولهذا الضعف بتاع رئيس الكهنة يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب هكذا أيضاً لأجل نفسه هنا في زبايح وقارابين مركزوا في الكلام قارابين وزبايح مقدمين عن نفسه وعن الشعب وبعدين يقول يوسف باعي يقول وَلَا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما إيه هارون أيضاً وَلَا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضاً كذلك المسيح أيضاً يرجع تاني بالالمسيح نبيد رئيس الكهنة والوظيفة اللي أخدها من ربنا يحطها بقى في حتة تانية يرجع تاني كما إحنا متعودين عهد قديم عهد جديد شخصيات من زمان وشخص السيد المسيح نفسه كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة فلذي قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك كما يقول أيضا في موضع آخر أنت كاهن إلى الأبد على ردبة مالكي صادق والمركز والمصحصح في الآيات اللي قبل كده اللي قبل كده طريقة بولس الرسول في سرد النبوات والآيات من الأحد الأديم عشان يقدم حجة قوية للفكرة والعقيدة اللي بيرسمها هنا ما اكتفاش بشرح طقس العهد الأديم باختصار لكن عملوا بقى دعموا بي آيات تبين الفرق ما بين السيد المسيح وما بين رئيس الكهنة الآيتين أنت ابني وأنا اليوم ولدتك وآية تانية أنت كاهني للأبد على ردبة مالكي صادق تعالوا نتعزم مع بعض ونفهم إيه اللي بولس الرسول عايز يعلمه كعادة بولس الرسول لو تلاحظوا في كل المقارنات اللي قبل كده كان دايما يشرح مين هو الشخص اللي بيقارن عليه إيه الوصف بتاعه إيه وظيفته ومن هنا يبتدي بقى يحط دايما بيقوله الطيب أنا أنتي طيب الرمز والمرموز إليه حطهن على بعض كده عشان يبين الصورة وأنا هنا أنا آسف أن أنا حستخدم عشر ثواني أرجع لمبدأ كتابي المبدأ الكتابي بيقول أنه العهد القديم سري جدا في تفاصيل اللهوت زي ما قلت قبل كده يمكن الصليب يتقال في بعض آيات بالكتير كم إصحاح في العهد الجديد لكن عشان نفهمه نرجع لي تقوس وغد أصفار في العهد القديم ونعرف ونتعزى إيه هو الصليب وإحنا بنقرأ زبايح ده اللي بولس الرسول بيعمله هنا يحط مين هو رئيس الكهنة ويعرفنا طبعا هو بيكلم ناس عارفة عشان كده لازم نستفيد وإحنا بنتكلم في الآيات الإلالة دي مين هو رئيس الكهنة عشان نعرف مين هو السيد المسيح بقى بالنسبة لما يجي يكلم عن شخص السيد المسيح كرئيس كهنة يحط الكريتيريا الخصائص بتاعة رئيس الكهنة فيقول أولا رئيس الكهنة ده مأخوذ من الناس هدي واحد اتنين يقول عليه أنه يقام لأجل الناس لاحظوا بقى حروف الجر من الناس لأجل الناس دي الاثنين تلاتة مدعو من الله يقول لا أخوذ هذه الوظيفة بل المدعو من الله الخاصية التالتة هي أنه ايه؟ أنه مدعو من الله ويسرد هنا نبوتين تعالوا نفهم مع بعض إيه علاقة بقى الخصائص دي بالسيد المسيح إذا كان كل موسم يختار الكهنة ويختار اللويين رئيس كهنة عشان يمثلهم في مرحلة معينة فالخصائص أولا أنه مأخوذ من الناس يعني واحد منهم لما نشوف السيد المسيح إزاي جيه وأخذ جسد نقدر نستوعب أنه أخذ جسد كامل مأخوذ ايه؟ من الناس لكن الفرق بقى الأساسي بما أنه هو خالق الناس فلما أخذ جسد من الناس أخذوا بالطبيعة الأساسية اللي خلقها عليه الذي هي ايه؟ بلا خطيط يقول هنا أنه ايه؟ قادر أن يترفق بالجهال والضليل يعني ايه؟ بما أنه من الناس إذ هو محاط بالضعف ولحظه تاني أنه ما بيتكلمش على حرب داخلية زي ما قلنا في الفات أنه مجرب لكن بلا خطيط يقول ايه؟ محاط بالضعف بما أنه لبس الجسد البشري فهو محاط بالضعف هل هو ضعيف من الجهال؟ لا طبعا ودري على كده أنه لم يرتكب خطيط ولو يجد في فام وغش عشان كده يقول من منكم يبكتني على خطيط فإذ هو محاط بالضعف يقدر يترفق بالجهال حاسس بينا حاسس بي حاسس بيك وحاسس بيكي حاسس بضعفاتنا فلما نيجي نقف ونقول له يا رب أختينا ارحمنا زي ما العشار عمل ننزل مبررين ليه؟ لأنه حاس بهذا الضعف لأنه مأخوذ من الناس لكن بلا خطيطة زي ما قلنا وبما أنه بلا خطيطة يقدر يحطننا النموذج ده نموذج البر اللي نقدر نتبرر فيه يقول بورس الرسول فإيه؟ قد تبررنا المسيح هنا بقى هو وسيلة البر بما أنه هو بلا خطيطة وهو بار لوحده آه هو محاط بالضعف زي ما احنا محاطين من بر ومن جوه بالضعف لسبب الخطيطة اللي دخلت من آدم واكتازت إلى الكل واكتازت الموت للكل ولكن نقدر نشوف فيه نموذج ونقدر نشوف فيه حاجة حلوة قوي يقول إيه؟ يترفق ويوصف طريقتين للخطيطة شوفوا الروعة يعني نقطة كده في النص بس يحط ما أنا هكبولس الرسول لخطيطة تيجي منين؟ يقول الخطيطة تيجي بالجهل وبالضلاب يقدر يتغرفق بالجهال وبالضالين الخطيطة ممكن تيجي بمعرفة وبدون معرفة الخطيطة تقدر تيجي بإرادة وبدون إرادة دي ما احنا بنقول التي فعلناها بإرادتنا والتي فعلناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة كل أنواع الخطية قادر أن يترفق بينا كجهال وكضالين يقدر إذا هو أيضا محاط بالضعف يقدر يخلصنا لكن الخاصية الثانية بما أنه هو يقول إيه؟ يقام لأجل الناس يعني إيه؟ يعني إذا كان هو ضعيف قصدي رئيس الكهنة وبيجي يقدم زبايح وقرابين فهنا السيد المسيح يجي بالنيابة عننا يقدم زبيح ودي نقطة اللي قلناها قبل كده السيد المسيح على الصليب كان حكتين كان زبيحة وكان مقدم للزبيح كان كاهن بياخد الخروف من الإنسان اللي جاي يقدم زبيحة وكان خروف يقول أنه يقول عنه إيه؟ حمل الله حمل الله فهنا يقام لأجل الناس يقول بوليس الرسول برضو كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أموات عن الخطيئة ولكن أحياء لله وإحنا بنقدم أنفسنا زبيحة نقدم نفسنا إيه؟ كأننا بنموت زي ما الخروف كان بيتقدم في إيد الكاهن ويموت النقطة التانية ودي عميقة جدا من بوليس الرسول يقول لك يقدم كرابين وزبايح لما تقول دي أو دي هما مش الاتنين شبه بعض يقول لا اليهود عارفين أنه هما مش زي بعض يمكن إحنا معرفتنا ضعيفة شوية في العهد الأديم نفتكرهم زي بعض لكن اللي يدرس في العهد الأديم يعرف أنه كان فيه خمس زبايح أساسية منهم أربعة زبيحة ووحدة منهم تقدمة اللي هي تقدمة الكربان فهنا بوليس الرسول يلخص طأس اللاويين كله اللي أخذ أول إصحاحات كتيرة من سفر اللاويين هو بيتكلم عن زبيحة الخطيئة وزبيحة الإسم وزبيحة الشكر وزبيحة السلامة اللي هي زبيحة الشكر وزبيحة المحركة والحاجة الخامسة هي إيه؟ تقدمة الكربان فهنا بوليس الرسول يقول لهم رئيس الكهنة ده يقدم قرابين وزبايح عن الخطايا على فكرة مش بس رئيس الكهنة اللي عمل كده السيد المسيح برضو عمل كده ليلة العشاء السري عمل ايه؟ قدم جسد ودمه ايه؟ قربان وتاني يوم على الصليب قدم نفسه زبيحة تقدمت هي هي نفس الزبيحة لكن بحسب إيمان الأرثوزكسي اللي لازمنا بنعيش نفس هذه الزبيحة يقولوننا انتوا بتموتوا المسيح كله قدس انتوا بتكرروا الزبيحة اللي على الصليب نقول لهم انتوا مش فاهمين الزبيحة دي برا نطاق الزمن ما نقدرش نحدها بيوم الجلجوسة بس ولا نقدر نحددها باللحظة الجلجوسة بس لا اليوم لا المكان ولا الزمان إنما هي فوق الزمن وفوق المكان وعشان كده احنا مش بنكرر زبيحة الصليب احنا بنعمل حاجة اصناها ايه ريكولنج عشان كده ده مفهوم اصناعه هذا لذكري مش ذكري يعني كأننا بنحتفر عيد ميلاد واحد لحاجة حصلت من كذا سنة لا ده احنا بنعيش نفس الحدث كأننا بناخد كده تايم ماشين ولا حاجة ونرجع للجلجوسة ونعيش الحدث وهو ده اللي عمله استيد المسيح إزاي المسيح يوم خميس العهد وهو عايش معاهم بجسده ودمه يقول لهم خذوا كله هذا هو دمي خذوا كله هذا هو جسدي إلا عشان هو شاف هذه الزبيحة وهي على الصليب تاني يوم وقدم نفسه زي ما بيقول اباء بنية في هذه اللحظة مات فعلا مش مجرد رمز وهو بلهم كأنه جسدي ودمي ده يقول جسدي مأك الحق ودمي مأك الحق عشان كده هم دول الطرقتين كرابين وزبايح يقدم يوم خميس العهد الكرباني يقدم جسده ودمه للتلاميذ وبعدين الزبيح هتحصل بشكل فعلا فعلي على الصليب ويموت موت حقيقي ده وهو بيقولي كي يقدم كرابين وزبايح عن الخطايا وطبعا تلاحظوا النقطة اللي قلناها الضعف يلتزم إنه كما يقدم عن خطايا لأجل الشعب هكذا أيضا إيه لأجل نفسه هنا نشوف إنه رئيس الكهنة إنسان في الأول في الأخر وده اللي إحنا ككهنة نشعره وإحنا وقفين على المزبح إزاي أنا أمسك في إيدي جسد ودن الرب إزاي أنا أقدر أتلامس مع جسد حقيقي ودم حقيقي هنا ييجي دور العمل الروح وأنا يمكن قلتها قبل كده فوحظة وأقررها تاني لما ييجي أبونا يقف والشماس يقدم له والمضخرة كده ويحط إيده عليها يرفع الكهن قلبه ويقول له يا رب خد إيدي دي الناجسة وهات إيدك إنت عشان تتلامس مع الأسرار أنا مقدرش أنا بضعفي بجهلي زي ما بيقول يلتزم أن يقدم عن الخطايا أنا كان علي أخطى من الكل لكن تعال يا رب وسويتش كده هات إيدك مكان إيد عشان لما أقول وشكر وبارك وكسر وكسم ما يبقاش إيدي أنا اللي بتبارك ولا بتشكر ولا بتكسر حاشة لكن إيدك إنت يا رب اللي بتيجي وتعمل ده هو ده المفهوم الحقيقي اللي الكهنوت يقول عشان كده إنه لا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه حتة تانية يقول ويأخذ أحد هذه الكرامة بنفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضا هنا بيأسس بولس الرسول لسر الكهنوت مش بمفهوم عهد قديم لأنه في نفس الرسالة يقول لنا مسبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه أي حد يقول إنه كل الكلام عن الزبيحة هي كلام عن العهد القديم نقول له أنت مش فاهم ده بولس الرسول بيقول إنه لنا مسبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن الأول اللي هو الهيكل أن يأكلوا منه يبقى إيه هو المسبح ده إيه هو المسبح اللي ملاخ يقول عليه إيه إنه بره حدود قرشالين يقول للرب بمسبح للرب يكون مسبح للرب في أرض مصر وعمور للرب عند تخمها إمتى كان في مسبح للرب برا مصر ما فيش عمر مكان ولا ينفع يكون إلا وإحنا بنتكلم على مسبح العهد الجديد إمتى ملاخي يقول أنه كل الأمم تقدم بخور أمم تقدم بخور مش داي بقى أوسان يقول لا داي كنسة العهد الجديد هو ده الكهنوت اللي بوليس الرسول بيأسس لي وهو بيتكلم على أنه لا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما هرون أيضا مش مفارقة وتاريخ لكن استحضار لنفس الكهنوت لكن كهنوت بقى مش بضعف مش كهنوت رمزي زي ما كان في العهد القديم ما يقدرش يوفي لأن الكهن أخطى لكل ولكن كهنوت يقدم باختيار إلهي وعشان كده نشوف كل القصص اللي فيها ناس حولت تنتحل عمل الكهنوت في العهد القديم عمل الله كان قاسي جدا عليهم تشوف ناس بتموت هي أو أهلها لمجرد أنها قدمت نار غريبة ولأنها ما كانش تستحق أنها تبقى من كهنوت هرون وتجرأت أنها تخدم هذه الأسرار عشان كده التخصية الثالثة بعد ما قلنا أنه يقام لأجل الناس بعد ما قلنا أنه من الناس نقول أنه مدعو من الله عشان كده إحنا ككهنة نشعر بها نشكر نشعر نشعر بمفهوم الدعوة بالدعوة يعني إيه الواحد فينا يشعر بفعلا ويسمع صوت الدعوة وما كانش متأكد وواصف منها مية في المية أنه مدعو من الله لهذه الوظيفة لا يستحقها لا يستحقها وكل إنساني زي ما يعني يقولوا الأباء كده في التسكولية وأنه كل إنساني يشتعي أنه بطرق غير صحيحة وأنها مش مدعوة من الله كهنوته لا يأخذ هذه القرامة لأنه يأخذها مش من الله ولكن يأخذها من إيد البشر عشان كده يقول لا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما أيضا كان هرون طيب ده إعلقته بالسيد المسيح بما أنه هنا بقى في النقطة دي بالذات الدعوة تيجي من الله يحط بولس الرسول المفارقة بقى ويحط لنا تاني العقدة اللي كل شوية نرجع لها علاقة المسيح الإبن بالقاب ابتداها في أول مقارنة مع الأنبياء وبعدين استفاد فيها في مقارنة مع الملائكة وهنا بيرجع لها تاني يقول المسيح لم يمجد نفسه ليصر رئيس كهن ولكن الذي قال له قال له هنا حتة الآب والإبن تاني ويستخدم بولس الرسول أيتين نبوتين النبوة الأولى أنت ابني وأنا اليوم ولدك كلنا حفظين المزمور اتنين مزمور اتنين يقول في مزمور اتنين قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدك يقول أني أخبر من جهة قضاء الله اسألني فأعطيك الأمم مراسا لك وأقاصي الأرض ملكا لك دي الترجمة اللي في الكتابة أن السيد المسيح دايما قلنا قبل كده في مرحلة في التجسد اسمها الإخلاق وقلناها كتير جدا الآية بتاعت فيليبي نرجع لها تاني بليز فيليبي اتنين أنه إزاي أخلى نفسه وأخد صورة العبد ولكن إيه بقى أنه أخد المجد بالقيامة من الأموات عشان كده يقول تعين إبن الله بقوة من جهة الروح روح القدسة بالقيامة من الأموات شفنا إحنا كتير قررنا الفكرة دي كتير جدا مش عايزة عيدها تاني إذا وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وعطاه حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسمه وفوه كل اسم وقلنا وبنكرر تاني مش أعطاه اسمه مش بتاعه لأ هو بعد ما خلص عمل الفداء رجع له نفس الاسم تاني اللي كان ليه أساسا فهو ما خدش حاجة من بره هو الله نفسه لكن الفرق زي ما قلنا أنه الله زي ما كان بيحامنا بيقول الله لم يروا أحد قط الابن الذي هو في حدن الآب كان في حدن الآب ولكن يشوف حالة بقى الاستعلان اللي حصل بعد التجسد وكأن كده بشكل رمز يقول ايه جالس على ايه يمين العظم فكأنه حصل استعلان من حدن الآب ليمين العظم ابتدنا نعرف ونشوفه ونقرى عنه في الكتاب المقدس تعليمه ومعجزاته وخلاصه اللي قدمهن فهنا هذا العمل حصل بمشهورة إلهية بتنصيف ما بين السلوس المقدس وشكرا دايما نقرر أنه عمل الخلاص وعمل سلوس الكدوس عمل الآب وعمل الابن وعمل الروح الكدوس بمشهورة الوحدة وبالتدبير الإلهي النبوة التانية بعد ما يقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك وزي ما قلنا أنه الولادة كلمناها دي قد كتب الأصحاح الأول باستفادة فيها ولادة قبل الزمنية لولادة الزمنية اللي هي التجسد أباء قالوا أنها هي وقت المعمودية باستعلانه أباء تانية كتير يكلموا عن أنه الاستعلان ده حصل بالقيامة حاجة تانية بقى يفتح بولس الرسول موضوع يقوله دلوقتي باختصار وبعدين يكرره المرة الجاية باستفادة يقول إيه؟ كما يقول أيضا في موضع آخر أنت كاهن إلى الأبد على ردبة ملكي صادق ملكي صادق بقى حكاية طويلة جدا وحنتكلم عليه بعد شوية باستفادة ولكن لو جريت معاكم كام آية كده عشان بس ما تقلقوش قوي بولس الرسول نفسه يوصف موضوع ملكي صادق ده في آية 11 يقول إيه؟ الذي من جهتاه الكلام كثير عندنا وعسر التفسير لننطق به عايز ناس يعني ربنا مليها بالحكمة فما ندياش قوي لو ما قدرناش نستوعب كل حاجة نصلي ولدي ربنا يدينا إرشاد نفهم إيه حكاية ملكي صادق وإيه الفرق بينه وبين كهنوت لاوي نرى في صفر التكوين عن اللقاء اللي حصل وأنا برضو هتكلم عن ده باستفادة بس زي ما المرة اللي فات قلنا كده في نقطة سريعة جدا الفرق بين كهنوت لاوي وكهنوت ملكي صادق قلنا إنه كهنوت اللوي اللي كان موجود في صلب إبراهيم لما تقابلوا عن ملكي صادق كهنوت زبايح دموية ولكن كهنوت ملكي صادق كهنوت لاوي كان مكهنوت زبايح دموية كهنوت ملكي صادق يوصفه صفر التكوين بإنه خبز وخمش دي زبيحة العهد الجديد الفرق التاني إنه ملكي صادق ما كانش بس كاهن زي ما كل الكهنة لكن كمان كان ملك ليه سليم أو شريم بشكل روحي نقدر نوصفه بإنه بيجمع بصفة المسيح كملك وكهن نقطة الثالثة إنه ملكي صادق ما يتقررش ظهوره كتير زي ما بيشوف كهنة كتير جدا في العهد القديم يظهر مرة واحدة بس ده بيرمز لخلاص المسيح اللي تقدم وانسان فرول زبيحة واحدة بس لا تقرر ولا تعاتي نمر أربعة نشوف قد إيه إنه كهنوت اللوي اللي كان في صلب إبراهيم قدم خضوع لكهنوت اللي كان ممثل في ملكي صادق وده يشوف يورينا تقضم كهنوت العهد الجديد عن كهنوت العهد القديم أخيرا إنه كهنوت اللويين كان لأمة واحدة بس لكن ملكي صادق كهنوته لكل الأمة نخشوا في النقطة اللي بعدها يقول في عدد سبعة والجزء اللي جاي ده صعب شوية أنا عارف إن إحنا يعني عملنا أفكار كتير النهاردة بس أرجوكم ركزوا معي في العايتين اللي جايين دول إنهم فعلا صعبين يقول اللذي في أيام جسده بتكلم عن السيدة المسيح اسقدم بصراخ شديد ودموع تلبات وتضرعات للقادر أن يخلصوا من الموت وسمع له من أجل تقوى نكلم على شخص المسيح مع كونه ابنا يقول إنه مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به مع كونه ابنا السيد المسيح مع كونه ابن الله تعلم الطاعة مما تألم به وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي لما كمل هذه الطاعة حتى الموت موت الصليب لما أتم عمل الفداء يقول صار لجميع الذين يطيعونه لكل بقى اللي هيمشوا في هذا الرقب من الطاعة ومن احتمال الألم ومن الصلاة اللي ذكرها قبلها من طلبات ودموع وصراخ وتقوى زي ما نشوف في الآية اللي قبلها في آداء السبعة صار سبب خلاص أبدي عدوا بقى معاين النموذج اللي بيقدمهن في السيد المسيح ده نموذج في الجسد زي أنا تمام بس قلنا محاط بالضعف مفوش خطية قدم صراخ شديد بدموع طلبات وتضرعات نموذج لصالة حقيقية نموذج طقي أو في ترجمات أخرى يخاف الله بيقدم لنا النموذج نموذج مطيع بالرغم أنه ابن الله لكن أخلى نفسه وإدانا نموذج الطاعة كاملة نموذج احتمل الألم حتى الموت موت الصليب ومش بشكل وقتي لا ده كامل ولما كامل في كل هذا جسد كامل صراحة ودموع وطلبات وجسد بشرية كلها بتقدم صلاة نموذج طقي نموذج مطيع نموذج محتمل للألم ولما كامل في كل ده وإذ كامل صار لجميع الذين يطيعونه لما يمشوا في نفس هذا الرك سبب خلاص أبدي جزء صعب لكن محتاجين نفسسه شوية بعد النقطة الأساسية اللي قلناها إمتى في أيام جسد المسيح قدم بصراخ شديد ودموع تلباط وتدرعات للقادر أن يخلصوا من النقطة إمتى المسيح نسمع عنه وإنه قدم تلباط وتدرعات ودموع الحقيقة أنا حاولت أجمع النقط اللي ممكن تبقى كده وممكن أكون مقصرة يعني بس فيه تلات مواقف هم اللي استحضروني فيهم حتة الصراح دي قوي النموذج الأول حينما كان المسيح واقف قدام قبر العازر لما كان السيد المسيح قدام قبر العازر يقول كده إنه إيه باكا يسوع باكا يسوع ده النموذج الأول يعني عرق وينزل قطرات من الدم ونشوف قد إيه صرخ وكلم الآب ونشئتاً تعبر عني هذه الكأس وهكذا طبعاً كتير الكلام ممكن نتقال وجاسيماني الحياة يعني موضوع عميق جداً جداً والأباء يقولوا إنه يعني الحياة اللبستان جاسيماني ده مليئ بالأسرار مليئ بالأسرار كان اللي يخصينا شوية في الموضوع ده هي حتة الصراخ والدموع وأتمنى قبل ما ننام النهار ده نرجع لفصول جاسيماني دي دوروا كده جوجل كده فين الوضع بتاع جاسيماني يقروه وصلوا بيه زي ما هو بيقوله هنا قدم صراخ ودموع تلبط قولوا رب أنا مش فاهم إيه اللي انت كنت بتعنيله الجاسيماني ده إيه ده إيه معنى الصراخ دي إزاي أنت واقف وأنت الله بكامل قردتك يقول ليه سلطان أنا ضعها وليه سلطان أنا أخدها انت تفاكرييني أن انتو يقولوا حتى البلاطس لو لم يكن لك سلطان من فوق ما كنتش تقدر توقف الوقفة دي قدامي فواضح جداً أنه السيدة مزيح هو صحب السلطان الحتة الثالثة أنا ممكن نقول أن فيها طلبات وتدرعات هي السيد المسيحي أن أنا صرخ على الصليب وقال إلهي إلهي لماذا طرقتني الثلاث مواقف دول ممكن نقربهم لفكرة الذي في أيام جسده إذ قدم بصراق شديد ودموع طلبات وتدرعات للقدر أن يخلصوا من الموت قبل ما نكلم موضوع سمع له من أجل تقوى ده شوفوا المسيح لو مش جاي يموت موت حقيقي لو مش حاسس بضغطة الموت بآلمها يبقى دي تمثيلية وحاشة عن يكون المسيح جاي يعمل تمثيلية لو مش حاسس بتلت ضغطات حتى الموت الألم الجسدي والألم النفسي والألم الروحي لو ما اكتس الكاز ده وشربوا للنهاية يبقى ده مش خلاص حقيقي يبقى إحنا ما خدناش الخلاص ده لأنه يقول القديس أساناسيوس ما لا يقدم لا يخلص يعني سيد المسيح لو ما جاش وخد جسد حقيقي الجسد لا يخلص فما ما خدش نفس حقيقية النفس لا تخلص لو ما خدش روح حقيقية بشرية الروح ما تخلص فهنا السيد المسيح بطريق الخلاص اكتاز كل أنواع الألم اكتاز ألم جسدي وإحنا بنشوفه هو يعد كام ساعة ما بيش ناين يهان بالجلد وبكليل الشوك ويعوزنا وقت طويل عشان نوصف أنواع الألم الجسدي اللي اكتازه سيد المسيح بمسامير وبجلد وحتى أنه يعد ساعات مرفوع على الصليب ألم جسدي كامل يعوزنا وقت طويل نوصفه النوع الثاني من الألم هو ألم النفس ألم أولا خيان التلاميذ كلهم بلا استثناء تركوه من أول يهوزة اللي يسلمه لبطرس اللي أنقاره لبقى التلاميذ اللي هارب كل واحد لدرجة أنه يبص على الصليب ما ليش حواليه غير عدد إليه يعني عدد إيدي الوحد شوفوا مدى ضغطة نفسية اللي يمر بها السيد المسيح والنوع الثالث هو ألم الروحي بسبب الخطية وثقة الخطايا البشرية كلها اللي يحطها على كتافه من أول آدم إلى آخر الظهور السيد المسيح وهو في كل هذا ما ينفعش نشوف غير أنه يقدم بجسد كامل قدم صراخ شديد ودموع تلبات وتضرعات للقادر أن يخلصوا للموت يعني إيه يخلصوا من الموت يعني ما يموتش يقول لا طبعا إزاي لا طبعا إزاي لمات موت حقيقي ولكن سمع له بقى دي معناها أنه أخذ قيامة من الأموات قام هو بسلطان لهوته من الأموات هرجع الأول حتة أن يخلصوا من الموت دي فيه واحد قول جميل جدا قريته يقول لقد سرخ وأبكى لكي يجفف دموعنا صلى ليجعل أزني الآب تنصت لصلواتنا ولكي يجعل صلواتنا مقبولة أمامه الجسد الكامل اللي خاده السيد المسيح كلنا شفنا فيه هذا النموذج وإذا كان الأنجيل ما صفيتش قوي مشاعر السيد النسيح يعني غير زي ما قلتلكم في مواقف لكن بولوس رسول هنا حبي يقولها بشكل علني جدا فهنا هو مش زي الرئيس الكهنة بتاع العهد القديم اللي بياخد زبيحة ويقدمها ومالوش دعو به كطقس زي بالزبط ما أنا بقف وقدم زبيح آه بصلي وآه بطلب استبعاء روح الكدس لكن أنا ما قدمتش جسد الزبيحة اللي قدم ده هو السيد المسيح اللي على المزبح عشان كده هنا السيد المسيح زي ما قلت مش بس بيقدم زبيحة ده هو كمان الزبيحة نفسها وعشان كده رسالة ليه أنا النهاردة ككاهن والكل خادم كمان إنه هنا الكهنوت ويعني طبعا بالأساس وبرضو الخدمة بشكل ما ما هياش إنه الواحد يعلم وما هينياش إنه الواحد يتكلم لكن الكهنوت زي ما ورهمنا سيد المسيح على الصليب هو بذل ذات حقيقي هو غسل الأرجل كل واحد هو إني مش أشعر إن أنا أحسن من أي حد فيك ولا في أي حد تاني لكن أقل من الكل اللي بيصفها سيد المسيح في يوم العشاء الأخير بأنه قبل ما يقول لهم خذوا كله هذا هو جسدي يعمل تقص عظيم جدا هو تقص غسل الأرجل ونشوفه في حياة داود النبي كده وهو عشان ينقص غنمية بسيطة يتعرض لأسد ودب يعني يا داود أنت بتخاطر بحياتك عشان غنمية فلما كده نشوف الوضع ده نقول يا رب يعني انتهى قد إيه محبتك يا رب إنك بدتنا نموذج كده في داود اللي متستكتروش إنه هو دا محبتك الكبيرة دي تقدم ذاتك وعشان كده زي ما بقول لكم دا نموذج وبولس الرسول يقولها باستفادة ويقول كده آية جميلة جدا لكل خادم يقول وأما أنا فبيكل سرور أنفق وأنفق لعجل أنفسكم وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل فلياكم مش فارق معايا يقول أنفق يعني أي حاجة معايا أدهلكم مش أستخسر حاجة فيكم طب الحدود إيه يقول ما فيش حدود بل حتى إنما أنفق يعني إيه أنفق يعني ممت ما عنديش مشكلة فأنا بكل سرور أنفق وأنفق لعجل أنفسكم ما عنديش مشكلة إن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل وحبه دا مش بيستني رد فعل شايف ري معايا ككاهة إنما عد المحبة في واحد يهني أو ما يدينيش كل دا أنا شخصيا كهنوت نفسه لكرمته لكن أنا كإنسان أقول له رب أنا أنفق وأنفق لأجل أنفسكم قديس يحانا ذاهبين فهم يقول قوله جميل جدا هو بيكلم شعب بحسس أن خطيئة مليئة يقول إيه يقول ليتكم تستطيعون معينة النيران الملتهبة في قلبي لتعرفوا أني أحترق أكثر من سيدة شابة تأن بسبب ترمولها المبكر شوفوا إزاي يقول أنا عامل زي الست الأرمالة اللي مات ابنها وهو لسه شاب وهي بتحترق عليه يقول أنا شايفكم بخطاياكم وأصل لكم من نكتوتوب بنفس الحرقة بتاعة الأم دي النقطة الأخيرة في موضوع الألم هنا أن السيد المسيح هنا يرسخ لمبدأ في حتة الدموع والصراخ والطلبات في التعامل مع الألم ودي نقطة كلنا بالإستثناء نمر بها يا رب أنت سمحت بالألم ده أنت زعلان مننا هل يا رب الألم ده بسبب خطيئة هل التجربة دي بسبب خطيئة هنا يقول يعني حط مبدأ في تعامل الإنسان مع الألم أنه حينما يسمح الله بالألم أحيانا فيسمح به الأزلات كتيرة جد ولكن يمرسخ لمبدأ أنه ادخله من الباب الدي يقول ما أضيق الباب وأقرب الطريقة الذي يؤدي الحياة فالألم مش بالضرورة يكون زي ما مفهوم العهد القديم أنه رجال الله ربنا يديهم من واسع يدي الإبراهيم خير يدي سحق خير يدي ييجي في مواعزة على الجبل يعمل بقى تغيير لكل ده يقول إيه توبة السكين بالروح لأنه توبة الحزانة لأنه توبة ده الموضوع اللي واحده ممكن ياخد مننا وقت كتير جدا أنه في العهد الجديد ييجي يغير مفهوم أنه إيه تباكم أيها الباكون الآن أنكم ستضحكون وهكذا فالنقطة الأخيرة هنا موضوع تغيير مفهوم الألم نفرق في حتة أخيرة هي ليه قال بليكن ليست لتكن مشاعتي يا بتاء شئت أن تجوز عني هذي الكأس ولتكن لا إرادتي بل إرادتك يعني هم ليهم اتنين إرادة منفصلة ده طبعا إزاي ده إرادة الإبن إرادة إرادة واحدة ثم يعني يقوله لتكن لا إرادتي بل إرادتك قلنا إنه السيد المسيح بالجسد الكامل لو هو جاي يقدن نفسه بدون إحساس بأنه بيموت يبقى جاي إيه جاي انتحر يعني حاشا نحن نستخدم ألفظ هذه بس ده معنى كده إنه مش فرق معي يعني مش حاسس بألم الموت لأ طبعا إزاي ده كتاز كاس الموت كامل فهنا الأباء يقوله في فرق بين الإرادة والمشيئة الواحدة مع الآب ولكن الهيومن دزايير اللي هي رغبة أي إنسان طبيعي في البقاء في الوجود أو بتجنب الألم ياما يكون واحد بقى لما يقوله بيقوله ده بقى مريض نفس فهل هنا السيد المسيح ما كانش جسد كامل لأ طبعا ما كانش عنده الهيومن دزايير بتاع إنه يسيرفايف لأ طبعا موجود فإزا هنا الحتة إنشئت أنت جوز عني هذي الكأس فهنا مش هنقدر نفصل طبعا لكن هو بيتكلم عن نسود كامل نسود طبعا عنده نزعة البقاء لكن يقول فلتكن لا إرادتي لأن أنا إرادتي وإرادتك واحدة فلتكن إرادتنا الواحدة دي هي اللي هتخليني أشرب هذي الكأس كاملة حتة زي ما قلت قال نازي يخلصوا من الموت جات بالقيامة عشان كده يقول أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوية وهنا حتة الخلاص جاية من السيد المسيحي ابتدأ ينتشرها يخلصوا من الموت مش هو بس أهم الأموات لا ده كمان ادانا كلنا نفس الأيام عشان كده يقول أن ابن الإنسان قد جاء لكيطلب ويخلص ما قد هلك هنا يخلص من الموت وهو ينقلنا هذا الخلاص بهذا بالتجسد الكامل أن ابن الإنسان قد جاء لكيطلب ويخلص ما قد هلك آخر آية أقولها وصومة لها من أجل تقوى هنا في ترجمات كتير يفسرها أنها التقوى هي خوف الله هيرسم لنا طريق تاني للخلاص أنه أي حد فينا لازم يكتاز هذا الطريق التقوى لكي يسمع له في صلواته المرة جاء بنعمة ربنا ممكن نشوف دروس نتعلمها نحن في صلواتنا الخاصة من هذه الآية دروس نتعلمها من صلاة السيد المسيح وهو في جاسيماني وهو بيكلم القاب ممثل لكل البشرية نشوف إزاي سيد المسيح صلى وإيه الدروس اللي احنا كلنا ممكن نقطنيها وإزاي نتعلم الطاعة زي ما يقول في الآية اللي بعدها ياريت اللي عنده أي استفسار أي سؤال أو أي حتى تأمل يشاركنا به تبقى بركة كبيرة سابونة خلال دكتور أعايز بس أقول الحق جاب بسيطة أن معاملنا بولوس ده طبعا جهبز زي قدسك كده فيلسوف لا 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 بس خلاص طيب نصلي بعشان تلك الكلام مش قريب لا 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 لا